حلب وريفيا معنا من هناك مباشرة أبو مجاهد مراسل شبكة شام يعني أبو مجاهد يعني الأخبار التي تردنا بأن هناك تقدم الحوض للجيش السوري الحر وفي هذه العمليات العسكرية حدثنا أكثر ماذا يوجد لديكم في حلب وإلى أين وصلت المعارك على جبهة اللواء 80 نعم مساء الخير لا تزال مدينة حلب يعني بالخلال هذا القصف الجوي والطيران الحربي والمروحي رغم كل هذه الألام التي تتعرض لها الشعب السوري وخاصة في مدينة حلب قوات الجيش الحر تحقق تقدم عسكريا في كل من جبهتي عزيزة وتستعيد بعض النقاط في جبهة النقيرين في منطقة الشيخ نجار بالأمس كانت هناك اشتباك قامت الجبهة الإسلامية باستعادة السيطرة على جميع النقاط التي خسرتها أول أمس قرب اللواء 80 الاستثناء معمل الحصر بعد اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا دارت بين قوات النظام والجبهة الإسلامية المتواجدة هناك في تلك الجبهة أيضا جيش المجاهدين يقوم بمع جبهة النصرة بقصف عدد من المواقع لقوات النظام بمدفع جهنم وقزائف الهاون في محاولة للجيش الحر المتمثل بجيش المجاهدين بصد تقدم وإعاقة تقدم قوات النظام التي تحاول جاهدة التقدم على تلك الجبهة الإسلامية وجيش المجاهدون وجبهة النصرة بعد تشكيلهم لغرفة عمليات مشتركة من أجل صد العدوان والهجمة الشرسة التي يشنها عصابات الأسد مدعومين بحالش أو حزب اللبناني الذين يقومون بمؤازل القوات النظام استطاع الجيش استطاع الثوار صد محاولة قوات النظام التقدم في تلك المناطق وتكبيدهم خسائر فادحة في العتد والعتاد والجدير بالذكر بالانتقال إلى الجبهة الجنوبية حيث أن غرفة عمليات العزيزة أعلنت عن صد محاولة قوات النظام التقدم في جبهة عزيزة أمس وقام المجاهدون بالسيطرة على نقطة الصفر وأردت أكثر من عشرين عنصرا قتلى من قوات النظام وقامت بأسر أكثر من عنصرين علما أن هذه الجبهة هي من أكثر الجبهات المشتعلة في مدينة حلب منذ يومين تم قتل أكثر من خمسين عنصر من قوات النظام في كمين نفذوا السوار في تلك المنطقة قوات النظام تحاول جاهدة السيطرة على هذه البلدة لتقدم إلى محور من أجل السيطرة على مناطق بدوار المرجع وبذلك تحكم من حصار على المناطق المحررة داخل أحياء مدينة حلب في أطرافها الغربية وأطرافها الجنوبية فلذلك قام الثوار بصد هذه العملية وقتل ما يقارب على عشرين عنصر والوصول إلى نقطة الصفر مع قوات النظام في تلك المنطقة حيث تم تراجع قوات النظام وقتل بينهم عشرين عنصر من قوات النظام نعم أشكرك أبو مجاهد نعم أكمل أبو مجاهد أنت على الهواء ماذا لديك أيضا؟ في جبهة الشيخ مقصود أيضا الجدير بالذكر أن الجبهة الإسلامية أيضا أردت ما يقارب عن عشر عصر من قوات النظام قتل إصرى استهدافهم بقزاء بقزاء بقرب جامع الحسن مساء الأمس أيضا طيران الحربي أبو مجاهد أريد أن أسألك عن هذا اليوم هل هناك أي غارات متجددة لهذا اليوم؟ وهل هناك أي حصيلة لعدد الشهداء؟ إذا كان هناك غارات فعليا؟ حتى الآن لم تتردنا أي عدد رسمية من قبل العمليات الأحصاء والنشطاء المسؤولين عن الأحصاء ولكن بالأمس عدد من اللغارات الجوية نفذتها الطيران الحربي في بلدة بشقاتين أحدى قرى بلدة عنجارة في ريف حلب الغربي أيضا طال القصف الجوي أيضا بالريف الجنوبي واستهدفوا محطة محروقات عبطين بالطيران في المناطق الجنوبية نعم شكرا لك أبو مجاهد كنت معنا مراسل لشبكة شام